من بيروت ينضم إلينا سمير زعطيطي خبير الجلوجي سيد سمير هنا الحديث عن تغييرات ربما في القشرة الأرضية تغييرات في الضغط مما يؤدي إلى حدوث زلازل في نفس المناطق أو المناطق المجاورة للمناطق التي حدث بها الزلزال واختص بالذكر لبنان الأردن أو مصر تعقيبك على هذا الأمر لا أعرف ما هي الخلفية العلمية لهذا الهولندي الذي لا يزال يتكلم ويزعج وهو لا يستطيع تحديد ما يحصل بباطن الأرض من تفاعلات نووية تعطي هذه الطاقة وهذا الزخم الكبير على خطوط زلزالية واضحة ومعروفة خط الأناظول هو خط التقاء بين صفيحة عربية وصفيحة آسيوية وتحت البحر عندي الصفيحة المتوسطية التي تشارك أيضا وموقع زلزال تركية هو في تقاطع لهذه الثلاث صفائح كيف يستطيع هذه المنطقة معرضة للزلازل؟ نعم لأنها خط زلزالي ودائما النظرية الصفائح التكتونية تقول كل الزلازل وكل البراكين تكون على حدود الصفائح بين الصفائح فإذا ولكن السؤال متى يحصل الزلزال؟ وأين سيضرب؟ بعدين هاتوا لا يعلم شيئا عن الوضع الزلزالي أو الصفائحة التكتونية في منطقتنا العربية بالنسبة لمصر هنا مصر بعيدة عن خط الزلازل المحيط المتوسط والتي تضرب تحت تركية ومصر فيها على الشاطئ البحر الأحمر وهناك بعض زلازل خفيفة معروفة محليا لا تشكل خطر على الداخل لأن مصر هي في داخل الصفائحة على حدود الصفائحة الخطر نعم فيه خطر على حدود الصفائحة بالنسبة للبنان أيضا لبنان عنا خط نحن هذا الخط هو خط كسور أرضية مش تناطح أو تضارب صفيحتين مقابل بعضهما عنا خط نحن والصفائح هنا تتحرك بشكل أفقي وبشكل ناعم وإنسيابي والزلازل التي تخرج تخرج بـ 3.5 أو 4 درجات ريختر وهذه لا تؤدي إلى دمار وإلى خراب هذا معروف ومعروف منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي الصفائحة التكتونية وهي الثورة الجيولوجية التي أتت لتكلمنا لماذا هناك سلسلة جبال توروس لماذا هناك سلسلة جبال زاقروس لماذا هناك سلسلة جبال هملايا كله لماذا زلازل لا تخرج إلا بين الصفائح كل هذا معروف ولكن هذا الهولندي لا أدري من أين يستقي معلوماته وأعتقد أنه تجاوز الحد وأعتقد أنه لا يمثل ولا أي مدرسة أوروبية لأننا تعلمنا نحن وأنا خليش فرنسا علميا سيد سمير هل بالفعل يمكن مع حدوث زلازل في منطقة أن يتغير الضغط تتغير طبيعة القشرة الأرضية يحدث إزاحة لبعض العناصر التي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى أحداث هزات في مناطق مجاورة؟ سيدتي كل ما يحصل على سطح الكرة الأرضية لا علاقة له ألباتة بمفاعلات نووية تشتغل على آلاف الكيلومترات في عمق الأرض تولد طاقة حرارية رهيبة تصهر الصخور وهذه الصهارة المتحركة مع تحرك الكرة الأرضية وهذه الاستضامات التي تحصل تحت هي التي تؤدي إلى نشوء زلازل وبراكين إذا كان هناك الصهارة كانت خفيفة الوزن وكان الانفجار قوي فتصعد عبر البراكين هذا الحدث الذي يحدث على آلاف الكيلومترات في باطن الأرض والتي تم اكتشافها حديثا نحن الثورة الجيولوجية تم اكتشافها حديثا منتصف القرن الماضي هذا لا علاقة له لا بقمر ولا بشمس ولا بسدود هذا كلام معيب وهذا كلام غير علمي وأنا برأيي مفروض هذا الرجل يحاسب لأنه ألقى الرعب في قلوبه وأعتقد أنه وراءه أجندات سياسية وكمان التقرب إلى مصر مصر مبدئيا الزلازل قليلة فيها يعني مبدئيا هي بعيدة عن الزلازل البحر الأحمر فقط وهنا الزملاء الجيولوجيين بمصر بيعرفوا الشيء يعني بيعرفوا أنه نحن بعاد عن خطوط الزلازل التصادمية بين الصفاح اللي هي أبتر شيء بتعطي عنف وبتعطي طاقة وهي التي تؤسس للجبال وهي التي تؤسس يعني لجبال هملايا جبال طروس جبال زاقروس معروفين والصفيحة العربية نشطة زلزاليا وزلزاليا على حدودها فقط أما في داخل الصفيحة فلا يوجد شيء يوجد الرياح والأمطار والعوامل الخارجية فقط يعني نحن تعلمنا أنه هناك جيو ديناميك جيو يعني كرة أرضية ديناميك اكستان خارج خارج القشرة الأرضية وجيو ديناميك أنترن أنترن تحت وهذا لا علاقة له تحت بما يحصل من أقمار ونجوم يعني هذا فلكي بأعتقد أو هذا منجم يعني مش بس عنا نحن العرب في منجمين لا في منجمين أوروبيين لا يقولون خطورة وكذب والدعاء معلاش أنا أقولها ربما يستند سيد سمير يعني إلى يعني صحة نبوءته التي تنبأ حينما تنبأ بزلزال تركيا يعني ربما يستند إلى ذلك سيدتي هو هذا الخط الزلزالي متوقع يصير فيه زلازل يعني أنا عندما أقول لك بكرة باليابان بدي يصير فيه زلزال طيب ما هذا متوقع وهذا نعرفه ونقض زلزالي ناشط وكل يوم تقريبا وقت اللي بيحكي شغلة واضحة إذا كان بيعرف وين بدأ تطلع وقداش قوة ما عنده لا مختبرات ولا عنده طلاب ولا عنده تلميذ ولا عنده باكراوند يعني علمي حتى نقدر نحكي أنا ما وعرف شو بيشتغلوا هيدا أصلا يعني ومين دفعوا ومين وراء ومين هيدا لأنه عم بيهاجم كل دول الشرق الأوسط يعني مصر ولبنان ولاش ما حكي عن فلسطين يعني يعني هناك كلام صحيح يعني رغم أنها في نفس النطاق الجغرافي الذي يتحدث عنه أو في منتصف النطاق الجغرافي الذي يتحدث عنه طيب سيد سمير بعيدا عن تكاهونات نعم تفضل يعني حكونا من يومين بالبحر الميت أنه صار فيه زلزال يعني هذا الفالق هذا الفالق تلك خطوط الزليز هذا بيصير عليه وهذا خفيف يعني ثلاثة ونصف أربعة بتصير وكل نوعات نمر عليهم بالإعلام ومن يحكي عنهم تفضل طيب يعني بعيدا عن هذه التكاهنات مع ثورة الجيولوجيا لماذا يصعب التنبؤ بحدوث الزلزال ما في منطقة ما نعم لأنه من الصعب أو من المستحيل الوصول من سطح الأرض إلى مواقع في باطن الأرض في النواة الخارجية اللي موجودة على ألاف الكيلومترات يعني ألفين ألفين وشيون عندما بعد الارقام موجودة ما في لعنا آلات نقدر ننزل ولعنا مجسات ولعنا كل شي في عنا زلزال بيمرق بيقول لي هذا الصخير هون آسي بيرجع بيمرق بstellي هذا الصخير هون مثل العجينة بيرجع بيمرق بأني هون الصخير سائل هذه النواة الخارجية برجع فوت على الآخر بليهان في صخر صلب كيف قدرنا نعرف البنية الجيولوجية لباطن الأرض من خلال مرور الزلازل وسرعة هذه الموجات بالداخل هلأ نحن فإذا عم نعرف بنية الجيولوجية بطريقة غير مباشرة عبر الموجات اللي هي طبيعية عم توصل ونحن عم نسجلها وهناك علماء وخبراء ناس بتفهم يعني بتحلل وبتساوي هذا شو عنده تسجيلات شو عنده مراصد بتعامل معها شو عنده طلاب شو عنده مرجعيات شو عنده يعني هون انه طيب دكتور هولندي طيب وشو خاصه ممكن يكون دكتور طب أو دكتور بيطري أو دكتور هيدا يعني هذا الرجل مخيف ومرعب وفي كتير ناس على التواصل يعني نعم من يومين ثلاثة يحكوا معي يحكوا معي ومنهم إعلاميين كبار يعني وكمان التهويل على إسطنبول يعني حكيتني إعلامية لبنانية ساكنة بإسطنبول وقالت لي مش عم نظهر لأنهم خوفين وقالين لأهل إسطنبول أنه ضيروا بيط كماندروا بد يصير في عنكم زل كبير الفيلم سيدتي انتهى انتهى من الساعات الأولى الساعات الأولى جاء بعدها الهزات الارتدادية وهذا شيء طبيعي الهزات الارتدادية ترسل ما تبقى من طاقة موجودة محبوسة محتقنة تحت باطن الأرض وأرتاح الأمر خلصنا الآن نترحم على من مات ونتمنى الشفاء العاجل ونعزي أهلنا بتركيا وأهلنا بالسورية والحمد لله على السلام والحمد لله اللبنان كانت أضرار وخفيفة الحمد لله مصر كمان الحمد لله أخواننا في فلسطين السوريين نعزيهم لأنه بشمال سوريا فقط الأضرار كانت فقط بشمال سوريا بالمناطق القريبة من هذا الخط الزلزالي الأنابولي الذي تكلمت عنه واضح إذن من بيروت سمير زعطيتي خبير الجيولوجيا شكرا جزيلا لك